إذن مشاهدين الحديث أكثر حول هذا الموضوع يلتحق معي على البلاتو سيدعلي بوكرش بوكروش الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين أهلا بك سيدي شكرا سيدتي سيدتي المحتاهمة سيدات والسادة للمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن أهلا بك بداية غالبية التجار كما شاهدنا في التقرير يشتكون من ركود الحركة التجارية إلى ماذا يعود ذلك حسبكم شكرا سيدتي ونشكره كثير باسم الاتحاد العام للتجار الحرفين الجزائريين اللي اخترت هذا الموضوع وهذا هو الموضوع الساعة لأنه يخص المواطن بالدنجة الأولى نعم وما يخص الاقتصاد وما يخص لحماية الاقتصاد الجزائري الوضع الاقتصادي أنعكس على كل القطعات ركود اقتصادي مستمر الحركة ضعيفة للتجارة يعني وملاحظة وشكره الآخر للصحفي انخفاض نسبة المبيعات بشكل ملحوظ يعني على مستوى الوطن ارتفاع الأسعار يعني لاحظها يعني الارتفاع الأسعار في كل القطاعات تدني القدرة الشرائية للمواطن هنا سؤال مطروح من يحمي القدرة الشرائية للمواطن الجزائري الجزائري بصدوم اللي يحميله القدرة الشرائية التي يوجد في السجن وهنا الشعب الجزائري كله رامسطوم ومنهم التجار نعم التجار والمواطنين التخوف من المستقبل يعني التجار رام خايفين من المستقبل والركود التجاري لأن الأزمة هذه قديمة يعني أقديمة وإحنا كنا ننادوا ونقولوا باللي يوجدوا الفسدين يوجدوا الغشاشين يوجدوا الناس اللي راي تخدم المواد الغدائية منتهية الصراحيات وتعلبها وتبيحها في السوق نوجدوا يعني اليوم الأسواق كلها هشة نتكلموا نعم يعني الفساد الذي كان يهمن على القطاع والوضع السياسي الراهن الآن زاد من تأزم الوضع نعم نتكلموا يعني على التجار المهنة يعني التجار اللي كانوا يصنعوننا رغيف الخبز يعني الخبازين اللي كانوا في 2012 1600 خباز في ولاية العاصمة اليوم يوجدوا 600 خباز يعني اليوم رأنا في أزمة خبز يعني كنقولوا في أزمة صناعة الخبز يعني أنا دخلين في الأزمة الاقتصادية نتكلموا على الأسواق يعني نتكلموا على السوق الجملة للمواد الغدائية العامة ربما سنعود إلى هذه النقطة لاحقا خلال النقاش الآن أريد أن نتكلم على تأزم الوضع يعني إطرى الوضع السياسي للبلاد هل ركود الحركة التجارية مرتبط بالدرجة الأولى بهذا الوضع؟ نحن ننظروا مثلاً المسؤولين نحن المخلصين والوزير المخلص والمرحوم بختي بالعايب النهار اللي تكلم بكل شجاعة وهو مريض وتكلموا على الضغط يعني الضغط اللي عليه من أطراف بعض الأشخاص اللي مثلاً يخلجوا السلع بدون رخصة وبين فوترة والسلع منتهية الصلاحيات والسلع مخشوشة ثم إحنا بدينا ندقوا وناقوس الخطر وعرفنا باللي الاقتصاد انتعنا رأى فيه خطر لأن مخلوناش يعني التجارة تتحرر يعني من الأزمة الأزمة يعني نتكلموا الوزير يطمن ويقول مثلاً السعر المرجعي يعني قبل رمضان ويقول يعني الأسوام رح تكون مليحة والأسوام ارتفعت وللقى هذا الشعار التعسير المرجعي يعني مجرد كلام لتهديئة الوضع نعم يعني كثير ما يعود الحديث عن يعني وضع قائمة مرجعية لأسعار الخضر والفواكه لكن هذه القرارات بقيت حبيسة الأدراج لماذا؟ لأن الوزير رانا في وضعية يعني اقتصادية صعبة والوزير يحب يطمن الشعار المواطن للمستهلك ولكن في بعض الأحيان الوزير اللي كانوا عنده مستشارين يعني أضعاف يطولوا أشياء يعني كما يدير السعر المرجعي ولا تطبيق كما رأي تكلم يقول تطبيق باش يعرفوا التجار وين جايين احنا ما زلت بترقيناش باش نعرفوا العناوين يعني ولا الأحياء بأسمائها يعني كنا تكلموا اليوم في بيرماند رايس نقوله شارع محمد بن محمد ما نقدر واش نلقاوه احنا واش نقوله معالي الوزير نقوله من خلالكم انتوما ان الوزير طلبنا عدة مرات باش يستقبل واش تسمع كلامنا واختراحاتنا احنا قوة اختراح نقول معالي الوزير لأن الظرف الحالي توجد أسواق هشة يعني ما عندناش أسواق على مستوى الوطن يوجد سوق المواد الغدائية للصمار يعني السوق فوضوي انشاء في 1974 يوجد فيه 800 حتى 900 تاجر في 2012 حصينا 800 تاجر القينا 450 تاجر الجملة بدون سدلات تجارة يعني خدموا في فوضاء والراقبة يعني ما تنجيبش راقبهم بفضل الاتحاد العام للتجار والحرافيين نسقنا معهم درنا لقاعة معهم باش راقباء ولا تدخل السوق نتكلمه معالي الوزير وقال السيال المرجعي لأن التاجر الجزائري هي الدولة في العالم اللي يتعامل بدون فوضاء يعني جيد نحن ما نجموش نتكلموا على التاجر ونقولوا رايرفع في الأسعار لأن ما نعرفوش كل رايرفع في الأسعار إلى الفلاح ولا السوق الجملة للمواد الخضر والفوكه أو تجارة الزيال يعني ما كانش فوطنة وما كانش ورقة طريق اللي كينقابل باللي هذا التاجر هو اللي رايرفع في الأسعار توجد كلام سياسي اللي نتهمه كثرتها يعني حماية المستهلك تقولك التجار في داعش وتجارة ميرفع في الأسعار وكل حاجة شكون هذا التجار إذن ما هي العلاقة بينها شاشة السوق التجارية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنة الجزائري شوفي المواطنة الجزائري يعني رأيش معه التاجر يعني في الحياة يعني مواطنة الجزائري كيتدهور كيتدهور القيمة مثلا انتاع الدينار الشعب الجزائري صرت له صدمة صرت له صدمة وما عرفش وين راه يعني يعني لحد الأدنى يقلص 18 مئة يعني بالشهر ما تكفيش يعني التاجر هو اللي راح يقوم مع المستهلك يعني يعطي له حتى يكمل الشارطة والتاجر هو اللي على باله الوضع الاقتصادي كيفاش راه في البلاد السوق كلها ماهيش منظمة السوق كلها هشة احنا اليوم نقوله صراحة يعني الشعب الجزائري لازم نجده ثقة ملدارة وجديد لأننا الى ريحنا مصدومين وكنا صح نقوله باللي الحكومة هذه راي تخمم القدرة الشرائية بالنسبة للمستهلك تتبق القوانين وكل التجار ملزومين عليهم يتبقوا القوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية حتى نصيبه مسؤول كبير في السجن هنا يعني لازم نعود رجعوا حسابنا لأن مورهم مرهم كان حتى بعض التجار فاسدين اللي كنا نحنا ندوم من هذا البلاطو من هذه القناة المحترمة ونقوله كان بعض التجار صغر وراهم يشروا بنايات يعني في أوروبا يعني وواحد متحرك الوضع اليوم احنا لازم كل نتحدوا ما بيننا وبين المستهلك باش ان شاء الله نخرجوا من الأزمة هذه نخرجوا بخير على خير ونكون نمشوا بالروح الوطنية إذن أنتم كتجار هل تستثمرون أموالكم اليوم يعني في دل الأزمة السياسية والضبابية السياسية التي نشهدها أم تميلون للإدخار شوفي الاستثمار احنا نتكلم على المستثمرين يعني اللي استثمروا أقوالهم في الجزائر واليوم راهم متابعين قضائيا أو راهم حيرين في الوضعية تعبنهم بين الأمال كان يعني أمال اللي مثلا ما خلصوش اليوم من هذا راهم في أزمة مالية كل المواطنين راهم خايفين يعني المستثمرين أو التجار يعني ما الوضع الحالي لأن نتكلم متاجر الجملة أو المستورد للمواد الغذائية العامة هي الأحنان للمولو المواطن الجزائري بالمواد الأساسية من الحليب من الخبز وغير ذلك ولكن الصعوبات اللي راهم تقلقها التاجر يومي بالتهديدات غلق المحلات يوميا القوانين الإجراءات الجديدة يعني كل والي يخرج إجراءات يوميا ونقول لك سيدتي بأن التاجر متراقب من سبع وزارات حتى وزارة الدفاع مثلا في الدرك الوطني وزارة الداخلية يعني كان ضغوطات يعني كان ضغوطات كثير على التجار والتجار أجرين المحلات يعني التاجر محل يعني كما في السوق تعلق الكاليتوس السوق تعلق يعني غير تابع الولاية غير تسير في النفايات وغير ذلك ولكن تابع الخواص والخواص يأجروا في المربع حتى 40 مليون سنتيم في السوق الجملة للصمار يأجروا المحلات تحم حتى بـ 40 مليون سنواتين يعني التكاليف الباهظة على عدد التجاري التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والثيقة ما بين المواطن الجزائري والمسؤول يعني نعطوا عينة من السوق الجملة المواد الغدائية للحراش التجار يعني صنعوا سوق المواد الغدائية ما الذي كان راح يعوض سوق سمار القيمته بـ 70 مليار التجار السوق الحراش يعني يشاركوا به بـ 70 مليار الولي وليت للعاصمة السابق أعطى قرارات يعني بعتهم للعدلات في الإدارين نحلهم المحل التحام والتجار اليوم التي استثمروه نحلهم باسم القانون هنا نطلب من الوزير الأول إعادة النظر في السوق الجملة للمواد الغدائية للحراش لأن تجار الجملة تجار السوق 111 السوق يعني يساهموا بـ 70% من أموالهم القيمة كبيرة سبعين مليار نحن اليوم نسعى ونحس في المواطنين الجزائريين المخلصين والتجار باش نعود ونرجعوا الثيقة لراحت والصدمة اللي رانا فيها باش الحياة تستمر نحن ماشي نهاية العالم يعني وشي دانا سمعناه والأزمة السياسية واللي راح تقولي بالسلب على الاقتصاد على البلاد نحن اليوم نقوموا هذه الوقت تعنا باش نحموا الاقتصاد تعنا ونحموا خاصة القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن الجزائري نعم إذن ارتفاع نسبة التضخم من جهة ويعني الدخل الفردي مستقر يعني لم يتحسن منذ سنوات هل هذا له دوره يعني في تراجع الحركة التجارية نعم أستاذان لأن الحركة التجارية تولي للمدخول تع الفرد الجزائري الفرد الجزائري والعامل الجزائري يعني يكون ما عندوش المدخول يعني تنعكس على قاعد التجارة ولا قاعد المواطنين لأن اليوم صبح التاجر يستعمل الحيلة يعني في بعض الأحيان استيراد المواد اللي ما عندهش جودة يعني باش يقدر المواطن الباسد يعني يقتني هذه المواد يصبح اليوم التاجر يستعمل الحيلة باش يقدر يعني يكون عندو هامش الربح انتاعه يعني كما نتكلمه على الخضر الفواكه يعني يقول لك الباطاطا والطماطيش والقرعة والفلفل هذه كلها مستورادة يعني الزريعة تاحها كلها مستورادة تاريكاليف كبيرة اللي راحها للفلاح غدوة ينقطع الفلاحي واللي ما ينتش راح تلحق الباطاطا حتى الـ 12 حتى الـ 14 ألف اليوم الخمو كيفاش نحافظوا على الاقتصاد تعنا باش ما ندخلوش في أزمة حقيقية من الأعوام الجيين حسبكم يعني بحلول سنة 2020 هل جزائر سوف تعيش أزمة اقتصادية حدا؟ يعني النتائج التحال سوف يحصدوها المواطن البسيط شوفي أنا نجاوبك بكل بساطة المكة المكرمة والمدينة المنورة بلاد الأنبياء والصحابة والرسل ربي أرزقهم بكل خيرات وسيدنا إبراهيم الخليل ادعاء يعني باش يرزق هذه المدينة المنورة والمكة الشريفة والجزائر بلاد مليون شهيد إحنا التربة تعنا فيها البركة أي شيء تغرسيه مثلا ينور البلاد هذه حفظها ربي سبحانه وعلى بينهم تأدى الأزمة اللي جاية ومواشنيه لازم نطلب مثلا كل الوزارات أو كل الفاعلين نقلهم للحوار رحمة يعني حاولوا المواطن حاولوا التجار حاولوا الاتحاد التجار لأننا المعلومات اللي عندنا وزار التجار ما عندهاش يعني مؤخرا نعم يعني يجب اللجوء إلى رجال الميداء رجال الميداء نعم كمال مؤخرا مثلا أنا كأمين عام قمت بدور يعني وقمت بشي عظيم لكثيف شاف مصنع لصناعة القهوة المخشوشة يعني القهوة بالعظم تعتمر يعني بيننا وبين العدالة والدرك الوطني وزار التجار وزار التجار ما تمثيقنا بالعامل هذا وسيد قدموه العدالة وزار التجار ما عادت تصلت بنا نعم وكان بزار مخالفات اللي لازم نديروا اللي يتفليد يعني مع وزار التجار احنا نطلبوا من الوزار التجار يعني المستشارين نتواهوا يفتحوا البناء البيبان ما هي أهم الحلول لتدرك الوضع اليوم باختصار لأن الوقت يدهمونه شوفي هي باش ندركوا الوضع الوضع رانا في وضع ماشي سهل ماشي نقولوا يعني وضع ولكن لو نتحدوا مبينتنا ولو نديروا الرجل المناسب في مكان المناسب على بل يعني ولادنا والجيل اللي راه جاي يعني يعيش يعيش برتاح من ناحية الاقتصادية ان شاء الله إذن سيدالي بوكروش الأمين العام للاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائرين كنت معنا على المباشرة شكرا لكل هذه التقصير شكرا سيدك إلى هنا نصل إلى ختم النقاة شكرا